اشتركوا في القناة لإثارة المخاوف داخل المجتمع الأمريكي بشأن المسلمين والمهاجرين سياسة واسعة الانتشار ومتعمقة الجذور في كل الأماكن بداية من المدارس وحتى الرئيس أكذا وصف سكوت سامسون مدير جماعة محامون للدفاع عن المسلمين نظريات المؤامرة ضد المسلمين تسللت إلى ثلث المرشحين منهم من طلب بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وآخرون تبنوا حملة ضد المسلمين دانكان هونتر مثال حي على استهداف المسلمين ومنعهم من دخول الكونغرس استغل الإسلاموفوبيا لمهاجمة منافسه الديمقراطية عمار كامبان الجار ويبدو أن الإسلاموفوبيا ستبقى رهانة ترامب على البقاء رئيسا لأمريكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة